وبهذه المناسبة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سفير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية مرحبا بك سعادة السفير معنا في نشرة الثالثة ونهنئكم بالعيد الوطني لمملكة البحرين وبداية ما هي الكلمة التي تود توجيهها بهذه المناسبة وكيف تقرؤون اليوم نجاح الدبلوماسية البحرينية مع دول العالم بسم الله الرحمن الرحيم أمسي عليكم والمتابعين بكل خير شاكر رتاحتكم الفرصة في هذه الأيام المباركة بأن أرفع ببالغ الفخر والاعتزاز ونيابة عن زملائي وجميع منهم متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية أسمى آيات التهاني وأخلص التبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية أحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة مغاليد الحكم ومما يزيد فخراً أن الانجازات والمكتسبات الوطنية التي تحققت في العهد الصلاحي لسيدي جهات الملك جعلت من مملكة البحرين مواحل العطاء والبناء ونموذجاً في التعايش والتسامح والانفتاح وفي هذا السياق فقد خطت السياسة الخارجية لمملكة البحرين وبتوجيهات سامية خطوات متقدمة إلى الأمام عززت من مكانة مملكة البحرين الإقليمية ودورها على الساحة الدولية في إطار العمل على تعزيز الأمن والسلم الدوليين في الحقيقة استطاعت الدبلماسية البحرينية أنها تسجل حضور دولي واسع من خلال الالتزام بمبادئ القانون الدولي وأسس العلاقات الدولية المتزنة وهذا الأمر أهلها لتسجيل نجاحات عززت من مكانتها بفضل توجيهات ودعم سيدي حضرة صاحب الجلالة ومتابعة واهتمام مستمر من قبل سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأن النهج الصلاحي لحضرة صاحب الجلالة يتضمن توفير كافة سبل الحياة الكريمة وتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار مملكة البحرين وفي الوقت ذاته تعزز العلاقات الدبلماسية مع كافة الدول العالم وفي هذا الإطار تعمل الدبلماسية البحرينية على تعزيز العلاقات المتميزة والمبنية على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين والاحترام المتبادل والتقييد بالمواثيق والقوانين الدولية بما يهدف إلى حماية الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الاستقرار الإقليمي ونشر قيم التسامح والانفتاح وهذا كله يمثل ركيزة أساسية لمنظومة الدبلماسية البحرينية شكرا على حسن استضافة وكل عام ومملكة البحرين وشعبها الكريم بخير وصحة وسلام في ظل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله وراءه ساعدت السفير الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة سافير مملكة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية شكرا جزيلا لك